سلسلة حوارات انطلقت بين حكومة الكاظمي وواشنطن بدأت في بغداد لتعقبها حلقة جديدة منتظرة في واشنطن إدارة ترامب التي تملك زمام الأمور لا تحتاج إلى مقايضة لفرض شروطها على حكومة الكاظمي فهي الآمرة النهية في أي ملف تريده لكنها بحاجة إلى خطوات متتابعة لتتمكن من تحقيق استراتيجيتها المتمثلة في تفكيك خيوط النفوذ الإيراني في العراق ضمن ملف الصراع على النفوذ لذلك انصبت توجهاتها في هذه الحوارات على استكمال محاصرة النظام الإيراني خارج حدود دولته وخصوصا في العراق الأزمة المالية والتخبط السياسي الحاصل في العراق يعطي واشنطن أوراقا قوية لفرض إملاءاتها وتحقيق رغباتها مقابل تقديم مساعدات مادية وعسكرية لحكومة الكاظمي بشرط تحجيم دور الميليشيات التابعة لإيران وإضعاف نفوذها السياسي صحيفة المونيتور الأمريكية ذكرت أن الكتل السياسية بما فيها المحسوبة على إيران تجد نفسها اليوم بحاجة إلى الدعم الأمريكي بسبب الأزمة المالية وخصوصا أن طهران لم تعد تستطيع تقديم أي دعم لها بناء على ظروفها الحالية السيئة ولأجل ذلك فهي مستعدة للموافقة على كل المطالب الأمريكية مهما كانت إلا أن تعقيد الظروف الإقليمية وتجذر دور الميليشيات في مفاصل الدولة جعل من الصعب التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وبغداد من أول مباحثات كما ترى صحيفة المونيتور ولهذا تحتاج مسألة حسم الملفات المهمة إلى عدة جلسات وخطوات جريئة قد تثير صداما عسكريا وفوضى أمنية كبيرة إذ أن الميليشيات ستحاول جاهدة إفشال أي توافق بين بغداد وواشنطن يكون على حسابها وعندما تواجه أي خطوة من قبيل هذا فإنها لن تتردد في تفجير الوضع الأمني كما أن تلك الميليشيات لها اليد الطولة في المسار السياسي وصدام الكاظم معها فيما لو حصل سيقلب الطاولة على العملية السياسية بأكملها سيقلب الطاولة على العملية السياسية